عدم دعوة رئيس الحكومة تمام سلام مجلس الوزراء للانعقاد هذا الأسبوع هو بمثابة تعبير عن اعتراض على التعطيل المتبادل في الحكومة ورغم تفاول البعض بإمكان انعقاد جلسة الأسبوع المقبل إلا أن الأمر يبقى رهناً بنتائج اتصالات سلام في شأن آليات اتخاذ القرارات والتوقيع عليها وهي اتصالات وصفت نتائجها بالإيجابية في كتير رغبة بالعودة لتطبيق المادة 65 من نظام مجلس الوزراء اللي هي بالدستور وبتحدد طريقة اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتوقيع وكالة عن رئيس الجمهورية هناك نقطة ما زاد تزال عم بدور حولها بعض النقاش هل ستكون بإجماع كل الوزراء أم كمان ممكن تكون بأكثرية الثلثين ما يطرحه الرئيس سلام لناحية التوقيع عن رئيس الجمهورية بالثلثين بدل الإجماع يرى فيه البعض تطبيعاً لعدم انتخاب رئيس وهذا ما ينفيه رئيس الحكومة عندما يصدر القرار أكان بأكثرية ثلثين أو أكثرية عادية في مجلس الوزراء يصبح ملزماً لجميع الوزراء من ضمن إطار التضامن الوزاري وهذا منصوص عنه أيضاً في الدستور فبالتالي تأتي عملية التوقيع فقط في هذا الجانب لتسهيل عملية الإصدار وليس للتصرف فيها وكأن هذا الموضوع قادرين الوزراء يتصرفوا فيها بدل من رئيس الجمهورية يعني يصبح هنا التوقيع هو تأكيد على قرار مجلس الوزراء وليس المساس بصلاحية رئيس الجمهورية ومن هون بتبين الفارق مثل ما تفضلت هناك حرص على عدم المساس بهذا الجانب وحرص على ضرورة وجود رئيس جمهورية هو يستطيع أن يتصرف بهذا القرار كما يشاء حزب الكتائب اللبنانية هو من المعترضين على التفتيش عن آليات وصيغ تحل محل الرئيس شو المانع اليوم؟ أنه نجي نخرج من كل هالخبرية ننتخب رئيس نشكل حكومة تشتغل مزبوط هالحكومة تعمل إنون انتخابة ونروح إلى انتخابات نيابية نرجع ننتج سلطة جديدة إلى لبنان رغم كل الخلافات المتعلقة بالآلية سمع الرئيس سلام حرصا من كل الفرقاء على إبقاء الائتلاف الحكومي قائما